لما كنت وزير لما أجاك مستشار بوتن وقال لك تعالي نسوي لكم كهرباء نبني لكم محطات على الغاز براوة أيدا أسمح هاي القصة الحقيقة هذه بكتها كانت مفاجئة هم أجوا معرض أن يسويون محطة كهرباء في راوة 10 ألاف ميجا بارد ويبيعوننا الكهرباء يعني استثماري بسعر كلش مغري بكتها يعني مقارنة بالأسعار اللي كنا متعاقدينها ويوم استثمارين محليين اي فبكتها سألنا وزارة النفط هما كان العقد مالهم استخراج الغاز معالجته نصب محطات إنتاج كهرباء بيع سألنا وزارة النفط قلنا لهم أكعدكم 3000 مقمق بالبراوة قالوا لا ما عدني ما أكو وزارة النفط العراقية زين وزارة النفط العراقية احنا رجعنا للروس طبعا شركة بكتها ظلت تتراجع أنا قلت لهم قلت لهم احنا مريد نورطكم احنا ترى براوة ما عدنا غاز يكفي هذا الرقم منين شنون تشغلوها انتو شنو قصتكم قالوا لا عدكم شوان عدني قالوا اكو شركة روسية جاية بال1982 للعراق او 83 امسوية مسح باتفاق ويا الحكومة العراقية ببكتها على الغاز وبعدهم اختلفين ويا الوزارة النفط ذاك الوقت وراجعين وماخرين البيانات وياها ما منطينها للوزارة زين فسألنا وزارة النفط صحيح هذا الكلام قالوا اي صحيح احاكو شركة اسمها كذا جدتي وقالوا فو احنا عندنا بيانات اكو في هذا المكان اللي احنا اخترناه غاز يكفي لهذه المحطة واحنا نطلعها ونسوي الى بروسس طبعا وراها مضينا مضينا كانت اكو لجنة برئاسة وزير الخارجية الدكتور جعفري وعضويتي وعضوية وزير النفط اكملنا الموديل معلته الموديل العقد فببكتها صار كلام انه هذا ممكن يصير بمشكلة سياسية يقولون هلهم طيب انا كوزير كهرباء ولا وزير النفط ما عندنا مشكلة من يسوي هذا المشروع يسوي امريكان يسوي روس يسوي هنود ما عندنا مشكلة المهم يصير بالنتيجة فخلونا نعرضه على الكل ويحنا هسا طلعنا موديل ويالروس السعر هلقيد كلفة هلقيد هلقيد فلوس ينطوني الوزاعة النفط كانت هيك النظام اذا اجى واحد انطاننا افضل يعني انط الغاز قيمة اكثر هما قيمة والغاز برقم دخلوا كلفة بقتها الي يطلع اي او انطاننا سعر كهرباء اقل او انطاننا ميزات افضل نسويه مثل المناقصة ايه نقدم عليها افضل بس عندنا واحد باليد بقدم لنا موديل بقتها خلصت حكومتنا وطلعنا وراح الموضوع ما صار يعني انا اريد اتوقف اذا سجل هاي النقاط للتعريخ عشر تالاف ميجاوات يا استاذ قاسم ومستثمر ويضطي غاز ويرفض هسه هاي خليه على صفحة تذكر انت من سولة فتلي لا ما الرفض هسه ما اشتغل ما اشتغل ما اشتغل نعم شنو يعني يعني انهمل الرفض لانه انت حرمت الناس من عشر تالاف ميجاوات القضية الاخرى حتى نصل انه عشر تالاف ميجاوات طبعا نعم حتى نصل الى قناعات ما كنت تقولها عشر تالاف تعالج المشكلة تعالج المشكلة وهذا الحديث بالالفين و بالالفين وخمسة تذكر انت لما سولة فتلي على قضية لا مو مو الفين وخمسة الحقيقة الفين وسبعتاش الفين وسبعتاش